تكوين ايه موضوع تكوين ايه الحكاية ايه الموضوع ايه الجدل اللي حصل على تكوين وعلى الاعضاء المؤسسين لهذه المؤسسات اسمحوني انا رحب بضيفي الدكتور يوسف زيدان اللي هو هيكون الاقدر على الرد على كل الاسئلة التي تدور في الشرع المصري دكتور يوسف اهلا وسهلا اهلا بيك اهلا بيك برنامجنا باعتمد على البساطة وعلى الوضوح وعلى الوصول الى النقاط المحددة بيسر فعايزين نعرف باختصار وباسلوبك البسيط اللي انا يعني معجب بيه في الالقاء ايه تكوين ايه الحكاية جات من اين الحكاية بدأت من 200 سنة مش من دلوقتي وانا قلت بوضوح في الجلسة اللي رأستها اه او كنت مديرها يعني في المؤتمر اللي اعلننا فيه عن المجموعة او المنتدى او المؤسسة دي ان دي محاولة اخرى تنضاف للمحاولات السابقة اللي بزلها رفا عرفع التهطاوي احمد لطفي السيد طه حسين ناريب محفوظ الناس العنصر النظيف في بلدنا اللي بيحاول يعمل تحديث وارتقاء لمجتمعه في المقابل كان فيه العنصر الرديق اللي دايما يشد التحت فبالتالي كنا نكمل هذه المسيرة مسيرة استنارة تفكير عقلاني نبني العقول فطبعا اصحاب فيه مجموعة كده بسميهم حراس التناحة اللي هم لا هم عايزينها كده وها اثناء الكلام هتدي لك امثلة على طريق التفكير هؤلاء قبل ما نذهب الى هؤلاء الفكرة ماذا سنفعل ماذا سنقدر هقول لك ماذا سنفعل لاحزنا في الفترة الاخيرة دلوقتي مصر بتحاول تقوم تقف اقتصاديا ماشي او ما يسمي يعني بالبنية التحتية ماشي فاضل بقى الجزء الفكري وانتقدت المسيرة المصرية مرارا بسبب الاهتمام بالحجر مش بالبشر ماشي في سياق موازي بقى في نفس الوقت انا لاحزت انه الشباب اللي بتعمل مثلا فيديوهات وعندهم مشاهدات كتيرة وكده بدأوا يتخنقوا مع بعض فانا ليا قول على بعضهم فكلمتهم مهدت الاحوال وحكيت ده للاصدقاء الاحوالين فالمهم من سنة ونص تقريبا التقينا او اجتماعنا يعني في دبي حتى مش هنا وكان معنا ناس تانيين غير بقى اللي هم هيشكلوا مجلس الامناء ده وصورنا منشورة يعني ما عملناش حاجة في السر كان فيه ادونيس بقى وفضل الربيعي وعزيز العظمة فالجماعة اللي عايشين في اوروبا قالوا ما معناه ان لأ احنا نشتغل اه فكر عقلاني واستنرى بس في اوروبا واكاديميا في الجماعات في البتاع طيب احنا بقى عايشين هنا ومش نوين نمشي من هنا فقلنا طيب خلاص هم راحوا في سكة واحنا يعني كملنا في مشوارنا ايه بقى نكمل في ايه ان يا جماعة عزين شوية تنصيق وشوية ارتقاء بحالة التصقيف العام احنا بنشتكي في مصر من خمسين سنة من تدهور مستوى التعليم فالحل البديل هو التصقيف العام نكتكلم الناس بقى في التاريخ في الفن في الفلسفة في المنطق يعني ايه منطق ويعني استقراء واستنباط وكنا بنبذل فرادة جهود بتعبر عن شخصية كل واحد فقلنا طيب بين كل واحد مننا الستة اللي تلاتة منهم من مصر وتلاتة منهم من بلاد عربية بس الجامع بينهم الاهتمام بالشأن العام والسكنة والاقامة والتمترس في بلادهم كلهم تقريباً يقدروا يمشوا يعني أنا فاكر مرة كنا في روما أنا عندي أعمال كتير مترجمة للغة الإيطالية وعندي قراءة يعني هناك فبنت صحفية بتقول لي أنت كان أيامها بيضايقوني عشان رواية عزازيل أو معرفش كان إيه مضايقات ملاية مستمرة دي فالبنت الصحفية بتقول لي طب أنت يا دكتور الناس بتحبك هنا وهم بيضايقوك في مصر طب ما تيجي تقعد هنا هم دي الضمير عايد عن مين كان ساعتها بقى كل واحد ما احنا عندنا أصله أنت محامي وعارف كل واحد يعني متخانق مع مراته أو زعلان من المدير بتاعه فيشوف أنت تقول حاجة ما تعجبوش يجي كاتب بلاغ يقدمه للنقبل طيب أنا قلت لهم بقى آخر مزهقت قلت لهم أي حد هيقدم فيها بلاغ أنا أخلي المحامي بتاعي يقدم فيه هو بلاغ تشهير وهطالب النيابة بضم الملفين وإنزالهم للمحكمة وخلينا بقى نشوف مين اللي عنده حجة ساكت وشوعية المهم يعني الستة دول اللي هيأسسه بقى تكوين تقريبا الوحيد في الوطن العربي اللي بيدرس تخصص يعني بعد الدكتور أحمد أبو زيد وبعد جواد علي العراقي في رأس السواح ده الوحيد اللي بيشتغل في الأنتروبولوجيا الثقافية اللي بتقول الأفكار بدأت إزاي فكرة الإله جات منين بس ده شغله منفردا أنا بدأت هنا أمسك أول خيط نحن نتحدث عن فكرة الإله ده في الأول ده شغله هو ده شغله هو منفرد لكن المبادرة تتحدث عن الفكر بمصروم الأشمل لا هقولك المبادرة جاي بتعمل إيه بس كل واحد منهم أنا هقولك الأول مجلس الأمناء لأن فيه هرج كده واحد يقول إنه واحد عده على تكوين إنه عضو تكوين ويدوروله على حاجة قديمة يكون ألها ولا غلط مرة وهو بيتكلم مهم فده رجل بيشتغل الأنتروبولوجيا الثقافية فانضم لينا الدكتورة ألفت يوسف دي أستاذة واخد دكتورة من السوربون ومديرة المكتبة الوطنية التونسية ومهتمة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان وناشطة في مجال طيب من لبنان الدكتورة نائلة أبي نادر معها دكتورة من الجامعة الأمريكية وأستاذة في الجامعة الأمريكية كمان يعني درس خدت منها الدكتورة ومهتمة أوي بالواقع الاجتماعي وتحولات وكده وإبراهيم عيسى المعروف طبعا وإسلام بحري ناشط كده وأنا فقلنا طيب إحنا نعمل تحريك للراكد الثقافي تحريك للراكد الثقافي فأنت ممكن تسأني دلوقتي أو أي حد يعني يسأني ما هو التحريك آه طب يعني وإنتم بتعملوا إيه ما هل الدول العربية كلها فيها وزارات ثقافة مثلا مش كده وزارات الثقافة جهات سياسية والسياسة في المنطقة العربية قدت لأسباب يطول شرحها إلى خلافات يعني شوف دول التجاور العربية هتلاقي المغرب والجزائر في بينهم مشاحنات كثيرة هنا وزارة الثقافة وهنا وزارة الثقافة مقيدة بالموقف الرسمي العام طيب السعودية واليمن متجاور متجاورين إنما يعني هتعمل إيه بقى وزارات ثقافة إيه هنا مصر وليبيا سوريا والسعودية إذن الاضطراب ده انعكس على أداء الوزارات دي الثقافة بقى تصلح ما قف سادته السياسة إزاي لأن الثقافة بتشتغل على المشترك اللي بين الناس يعني مثلا إحنا علاقتنا شوف مقطوعة مع إيران من قد إيه أنا عندي كمية أعمال مترجمة أو بتترجم يعني هذه الأعمال للغة الفارسية وفيه احتفاء كبير جدا بيه أظن يمكن أربع أو خمس روايات والكتاب الكبير الشامل في الصناعة الطبية وصلوا للجزء 24 هو 30 جزء يبقى هنا الخلاف السياسي قدرت الثقافة تتجاوزه وتعمل جسر بين البلان بشكل غير رسمي فكانت المجموعة دي أو المنتدى ده غير رسمي غير حكومي عشان يتحرك في المجال الثقافي العام في المجال الثقافي العام اللي هو إيه بقى يهتم بيعني إرساء العقلانية طريقة التفكير إعادة بناء المفاهيم العامة تطوير النظرة للفن للتاريخ هو ده موضوع أول يوم بالليل ما حرفش إيه اللي حصل فأنا قلت دي حالة خبل يعني مؤقت بس تاني يوم زادت قصص بقى ملاش علاقة بالموضوع خالص إن هذه هجمة شرسة على الإسلام إحنا لسه مصنعش لمسألة مناقشة الدين يعني ما حد هو حد جاب سيرت لا إسلام ولا يهودية ولا مسيحية ولا بوزية ولا هندوسية ولا أي شيء بص يا أستاذ خالد الناس اللي ده أرسى فهمة إن فيه فرق بين الدين والتدين الدين دي صلة بين الإنسان والله اللي هو متصوره بطريقة معينة ففي الديانات الهندية في ديانات المنطقة بتاعتنا في الديانات المندسرة وحتى الديانات الحديثة البهائية عندهم تصور للإله وهو بيقيم علاقة معاه عن طريق العبادة حلو الجزء ده أنا مليش دعوة بيه خالص فيه بقى الجانب تاني اللي هو التدين إظهار الدين اجتماعيا ده شيء يخص الكل ليه؟ لأنه بييجي واحد شيخ غالبا متخلف ذهنيا يقول لولد غالبا محطم ومتدمر بسبب ظروف البلد اللي هو فيها أو البتاع ولا عارف يتجوز ولا عارف يصاحب ويقول له وفا روح فجر نفسك علشان فيه في الجنة من سبعة لاتنين وسبعين حجية الواد مسكين إيه ده آه انت ممكن تاخد أربعين حجية هو أصلا مش لاقي حاجة فمش لاقي الدنيا فيروح بقى يعمل العملية انت حاجية زي اللي بنشوفها كل يوم التاني دي ييجي بقى حد يقول للشباب يا جماعة مش كده الجنة دي مش زيطة كده وبعدين في حاجة اسمها اللذات العقلية وفي حاجة اسمها ضرب الأمثال وقول لك إيه ده انت هتتكلم في الدين يا سيدي مش بتكلم في الدين بتكلم عن أشكال التدين المغلوط ومع هذا ده ما كانش أولوية برضه في المرحلة الحالية بالنسبة لتكوين لم يكن فكرة نقاش بعض الأمور الدينية أولوية في تكوين بدليل حاجة الجلسات وهنا مفهوم الدين نتحدث عن كل الأديان طبعا الجلسات كانت علنية والناس حضرت وبعد مين اللي حضر بقى مين اللي بيطلق تكوين يعني شوف المجموعة مثلا حوالي 150 شخص فيهم ثلاثة حصلين على البوكر اللي هي الجائزة العالمية للجواة العربية أتنين مخرجين سينما حوالي أتنين أسادزة في الأزهر أسيس من الكنيسة حوالي 30 أستاذ جامعة يعني إيه اللي بيجمع الناس دي حاجة بيسموها الليبرالية يعني التفكير الحر المنطلق لم يحدث خلال اليومين هزين ولا في كلامنا سابق عن تكوين أي تماث من قريب أو من بعيد بالجانبين للدين ولا التدين حضرتك قلت أن كانت الأولويات ثقافية بحتة وده أولوياتكم في الأول ولكن هناك أيضا سنعرج على الدين يعني هذا الفكر لا على التدين على التدين أو المظاهر الاجتماعية من التدين مقررين آه إن يمكن السنة الجاية اللي بعدها نشوف بقى الانحرافات في السلوك التدين اللي ممكن يدمر مجتمعه بس الناس متاخدش بالها أستاذ خالي أنا دلوقتي إيه الضابط الأساسي للمجتمع القانون طيب كيف يعني نستسير إنه طول الفترة اللي فاتت دي إنه يجي واحد عمل نفسه بتاع ربنا بقى وناطق باسم الإله وقضيته الأساسية نكاح الطفلة إذا كان القانون بيقول إن السن الغسمي المعنى للزواج هو 18 سنة يقول لك لأ لو البت تدخينها واتيق النكاح يا سيدي دي اسمها بدوفيليا يعني حاجة مش كويسة لا 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 ويقعد يعمل بقى فيديوهات فيروح الناس المساكين اللي قلنا إنه إحنا ما تعلمناش كويس متوسطة البسطاء يقول لك آه ده ربنا بيقول كده هو الإمام النووي اللي بيقول كده بس خلاص حصل خلط إحنا قلنا فيما بعد بعد التأسيس المعرفي معرفي العام تاريخي بقى وفكري وكده فالناس اللي مش عاجبهم الحكاية دي اللي عايزينها ضلمة اللي هي مواجهة بعض التفسيرات التي تراها متشددة من كل الأديان بفكر عاقل لا يتعارض مع طبيعة الدين نفسه بالزبط وقلنا إن دي الخطوة التالية الخطوة الأولى هي أرساء نمط التفكير المنطقي العقلي إنه لما حد يقول لي حاجة أردت بالمقدمات طيب حد ربط مثال في موضوع الزواج خلينا أذهب بعيد أنه أنت عارف أن النقطة الدينية دي في مجتمعاتنا العربية دائما شائك بعض الأمور الدينية تأتي بإيمان لو أنا جيت قلت لابني اللي عنده 18 سنة هشرح لك الإسراء والمعراق ممكن يأخذ أولا حرية السؤال أصبحت مكفولة دلوقتي لأنه كان في حظرة حتى على السؤال كيف تنظر إلى هذا الأمر هذا الأمر هو محل إيمان بحت لو أعملت العقل به أنه من كام ألف سنة حصلت هذه الرحلة لازم بفيه معطيات عقلية إزاي بتنظر لمثل هذه القضايا أولا فيه فرق بين إزاي أنا بنظر وإزاي تكوين بتشوف المسألة دي أنا أرائي منشورة في الكتب ومعلن عنها في خصوص مسألة الإسراء والمعراق ورأيي تكوين بتقول تكوين بتقول أن ده مش من أولويات بحسنا دلوقتي إحنا دلوقتي عايزين نعمل استنارة عقلانية تسامح لأن الكرة هي متوغلة أوي في استنارة عقلانية تسامح أول كلمة في بيان تكوين تكوين مجموعة تدعو إلى إلساء التسامح وليس في أولوياتكم الآن فكرة منقشة بعض الأمور في أيدي ولا للآن ولا مستقبلا ده فيما بعد بعد ما ترسي نظام التفكير الهادئ العقلاني المستنير نبدأ بقى نشوف التجليات اللي اجتماعية والتخريب اللي بيحصل في المجتمعات بسبب المجتمع لأنه الحراف التدين ده بيؤدي إلى إيه إلى أحيانا نزعب داعشية طب هو داعش مش الرجل المهفوف بتاعهم ده طلع على المنبر وقال إنه هيخش مصر ويهد الهرم ويموت شيخ الأزهر لأنه كافر خلينا أستعير جزء من كلام سيادتك حيك قلت تعمل المؤسسة على التحفيز على المراجعة النقدية وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية التعريفين دول أنا وقفت عندهم المراجعة النقدية والمسلمات الفكرية هاكن تقصد بهم إيه أولا النقدية دي هي السمة الأولى أو من السمات الأولى للفلسفة يعني أنا دلوقتي قاعد فأنت بتقول لي حاجة معينة يبقى أنا لازم أشغل المخي فيها النقد أنا كفرد أي أو كمجموعة أو كمؤسسة أو طيب بيجوا ناس يقولك إيه إن قضيتنا الرئيسية هي شرب بول البعير فأنا بشكل نقدي هو فين البعير أصلا وبعدين إيه كلام يقولك لأ أصل ورد في كتاب كذا عن فلان عن فلان أنا مالي أنا أنا في مجتمعات بتتساقط وبعضها متماسك وبعضها متدهور وتبقى قضيتي الأساسية الشرب بول البحير ورضاح الكبير ونكاح السمينة إيه إيه الكلام ده فإحنا عايزين نطلع بالناس اللي في مجتمعنا اللي إحنا عايشين فيه وبنواجه مظاهر التخلف فيه بعيدا عن المسألة دي إنما طبعا ده هيهدد مصالح ناس وهتبقى فرصة اللي عنده بقى أمراض نفسية أهمها الكراهية الكراهية العامة والمحب الظهور وال فبقت زيتها يا جماعة الكلام موجود آه طب ما نشوف الكلام أنتو عندكو بنت صغيرة كده حجما وسنا عملت بودكاست وبتقول فيه إنه هند دي بنت وهي ولد أحد يعني أهداف تكوين إنها تشجع بقى الشباب الصغارين آه عملنا مجموعة تسجيلات كده قصيرة بودكاست لطرح الأفكار حدثهم بيبقى عن إيه؟ عن كل شيء فيه عن التعليم مع طرق شوقي وفيه البنت دي اللي وقفوا عندها عشان غلطت وقالت إيه هند ده بنت هما لا أه ده ولد ده ولد هند ولد طب يا سيدي يعني مش فهم المضوع فيه يعني لا لا دي قصة كبيرة قوي واسمه إيه بعضلات ده آه طالع وإنه وجد في كتاب مش عارف إيه عن إيه عن الإمام مش عارف مين عن إيه إنه خديجة بنت خويلة آه السيدة خديجة كان لديها ولدان ولد اسمه هند ولد اسمه هالة مم إذن البنت أخطأت في الرواية التاريخية من وجهة نظرها من وجهة نظرهم لأنه يعني ما هو العقل والمنطق آه ولد اسمه هالة ما يمكن الكتاب اللي انت بتقول فيه ده هو اللي غلطان يبقى هنا النزعة النقدية مم إنه نبدأ نقيس ونشوف طيب من اللي روا ده طيب وهل كان من الطبيعي إنه يبقى فيه راجل اسمه هند طيب ليه ما شفناش حدي تاني اسمه هند راجل فإحنا قلنا طيب ده كان بداية الموضوع طيب كويس إحنا نشيل البنتكات وهنراجع ده بس تجريبي كان يعني بنحط مجموعة كده فيديوهات عشان نشوف الموقع الأسئلة تيجي زي المشاهدات وبعدين هنراجع ده ونحط تاني طيب يا سيدي شدناها آخر الذي سيقابل هذا الفكر له وجهات نظر متعددة أيضا من احترام الفكر أن نحتدم وجهات نظره إن كانت ذات موضوعية أنا أتحدث عن هؤلاء الذين يتحدثون عن النقد الموضوعي إذن تنمية الفكر تنمية التاريخ تنمية الثقافة تنمية الفن دي أمور عظيمة يعادة بناء المفاهيم الطرح النقدي مرجعة لأنه أنت لما تبني تاريخك على أوهام هتخبط في الحيطة بعد كده معلش هقف عند كلمة تاريخك نحن نتحدث عن التاريخ السياسي لدولة ما مثلا مثلا أو التطور التاريخي لشعب من الشعوب كل هذه الأمور اللي حالك بتقصدها ولكن ليس تاريخ توارض الأديان مثلا ده مش موضوعنا يا أستاذ خالد فيه فرق بين الدين الدين والتدين الدين ده علاقة بين عبد وربه إحنا منعرفهاش إنما التدين هو ده اللي يخصنا هو ده اللي بيأثر في المجتمع هو ده اللي بيخرب هو ده اللي بي وإحنا مرينا بتجرب قبل كده مش يعني مش أول مرة فبالتالي الجماعة بقى اللي هم يعني مناوقين وبيكذبوا يعني تلاقي منتشر بقى على إنه النائب العام في مصر قرر إغلاق تكوين يغلق إيه بس يعني النائب العام له صفحة رسمية ولم يصدر عنها شيء لو صدر عنها شيء كنا عارف وبعدين الشيخ فلان بيقول ده جابه واحد شيخ عجيب قوي كده مكنتش عارفه يعني مش منتبه له قوي يب بيعد يلعب حواجبه كده هو بيتكلم يعني آه آه الكوميدي خالص يعني يعني مع كامل احترامنا للجميع دكتور يوسف لا أنا معرفهوش أصلا ده بيقول إيه بقى آه تكوين دول فلان وفلان وفلان كفار لأنهما بيقولوا اللي اعتماد على العقل والعقل ده زي الحمارة أنت رايح لربنا بتركب حمارة لحد أول ما توصل عند الباب تنزل من على الحمارة وتخش إنما دول إحنا أهل العلم ودول مش متخصصين وأنا بقول لكم إنه دول كفار هنا الفكرة إيه ده الصدى الاجتماعي الحيلة دي حيلة مكشوفة ومورسة من قبل إحنا فاكرين إنه راشي باشا ما هو الرجل بتاع الإخوان أيامها طالع قال ربنا يريحنا منه فيجي عايي له بل ما درسش حاجة يجي من موته أو نجيب محفوظ أنت يا ابني ليه قتلت ده اللي رفع رأسنا في العالم يعني في الأدى يقول لك لا أصلا قالولي إنه كافر وإنا لو رجعت تاني هابقى حريس إنه أموته خال هنا ده ده الصدى الاجتماعي للأراء المتخلفة دي ومن الطبيعي إن حضرتك عندما تطلق مبادرة ثقافية أو مؤسسة بهذا الشكل أن تجد ردود أفعال متفاوتة وفقا للثقافات المتفاوتة ده طبيعي إنه يحسن أنتوا بقى كيف ستتعاملون مع هذه ردود الأفعال أجاهل وهنكمل فيها طب إن كان بعض منها له نقاش موضوعي لا لا لو حد طرح طبعا يعني مثلا في اليوم أظن الأول من المؤتمر وكنت بديجي الجلسة فالدكتورة هالة فؤاد أستاذة أستاذة التلسافة في جامعة القاهرة قالت خدوا بالك بس أنه ما ننزلقش إلى التصوف والخرافات لأن التصوف بيكرس أنا وهي كلانا يعني دارس للتصوف أو للفلسفة الصوفية فقلت لها لا يا دكتورة هالة احنا نعمل بقى بودكاست مع بعض علشان نقيم المسألة دي ونترحها أدي هنا وجهة نظر يا شايفة أن ده يؤدي إلى التراهل الفكري والخرافة وأنا شايف أنه التصوف طوء نجاة أحد أطواق النجاة للتعصب الديني خلاص دي هنعمل منقشة كل ما ذكرت حضرتك في التعريف المنهجي لهذه المبادرة الثقافية ليس فيه أي خلاف فيما عدا ما يتعلق بالاحتكاج بالأديان وأنه هنا أقول كل الأديان وليس دين معين هل مبادرة تكوين أو مؤسسة تكوين ستذهب إلى فهم للأديان بمنطق أو برواية معينة أو بثقافة معينة أو بإعمال العقل زي ما حياتك قلت طيب احنا عندنا تكوين دلوقتي ليها موقع في طبيعة المؤسسة دي أو المجموعة دي أو المنتدى الفكري دائهم وأهدافه وطريقة عمله لن تجد فيها أبدا كلمة دين مش موجودة أصلا خالص لأنه فعلا مش لمن أولوياتنا هيجي بقى حد يقول إيه بس في بودكاست اضحط حد منكم بيناقش السيرة النبوية هل هي صحيحة ولا مش صحيحة يا سيدي أيها دا مش دين دا بحث تاريخي السيرة النبوية هل هي صحيحة أم غير صحيحة يعني هو بيقول الأل في البودكاست دا إنه جماعة خدوا بالكم ما تتخنقوش مع بعض أهوي وتقطعوا هدوم بعض علشان حاجة واجدت في السيرة لأن السيرة كتبت بعد 250 سنة من وفاة الرسول دي طرحه هي دي فكرته دا مش معناه إنه هجوم على السنة اطلاق هو يؤمن بمبدأ وجود السنة ومبدأ وجود هذه السيرة لكنه مختلف مثلا على توارد الروايات مثلا مثلا وإنه آه فيه ابن إسحاق وبعدين آه الابن هشام هزب السيرة بتاعته وبعدين طلعت بعد كده كتب السيرة كتير ففكرته الأساسية اللي مفروض ننقشه فيها إنه يا جماعة ما لاش العنف تمام الموضوع نفسه محتاج بحث فطبعا الأصحاب هو وجد بعض الاعتراضات من الجانب الآخر لا التكثير يعني على اختلافها من اعترض ومن كفر ومن زم وإلى آخر طيب أنت في بعض الأوقات انت قدت فكرة المناظرة بين أحد أعضاء تكوين وبين آخر لا مش من انتقاد أنا رافض رافض لها لأنا عملتها قبل كده ولا حب حد يعملها ليه يا أستاذ خالد لأن احنا شفنا النتيجة ما هو المناظرة دي هي اللي أودت بحياة فرق فودة طيب المناظرة دي هي اللي ضيعت نصر حمد أبو زيد مع أنه أنا عارف نصر كويس وكنا أصدقاء أنت ترى أنه مثل هذه النقاشات تكون في غرف مغلقة وليس على الملأ لا أنه ما فيش منها جدوى لا جدوى من الجدال الدين في الأساس لأن أنت ولا 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 القصة بتاعت حوار الأديان دي برضو ملهاش أي جدوى ليه لأنه ثبت بالتجربة أنها بتعدي إلى كوارث طيب أنا مجتمعي يتحمل لسه صدمات من هذا النوع حوار الأديان ينتقد الآن من يوسف زيدان أم من تكوين لا لا بقولك إحنا لنا آراء مستقلة أنا مستقلا عندي كتاباتي وعندي قناعات منها أنه حوار الأديان ده شيء فارغ ولا يؤدي إلى شيء ومظهري إنما في تكوين أنا عندي مهم أخرى أنا فهم عشان كده بأسأل هؤلاء قنم ثقافية كبيرة جدا كيف يتطفقوا يعني كل واحد يكون صاحب مدرسة وفكر واحد كل قضية ستجد وجهات نظر متعددة وإذا كانوا ستة هم أعضاء مجلس الأمناء الآن وحاجة صحح لي أعتقد أن العدد هيزيد وأن مفروض أن الأمناء دول هيبقوا عشرة بعد سنة والمنضمين هيزيدوا لا ما فيش منضمين ما فيش عضاء ما هو الناس كل واحد يطلع يقول إيه أنا مش عارف إيه أصله فلان عضو تكوين يا سيدي ما فيش أعضاء هي بس مجلس الأمناء هي مجلس الأمناء ده بينصق الجهود يعني بيقول نعمل ندوة في تونس مثلا آه طب فيه مثلا إضراب دلوقتي طب ما نشوف في المغرب عندنا مثلا جامعة كذا ممكن نعمل لقاء عن ابن رشد حاجة كده هو ده شغل لنا الفعل يكون به العشرة أعضاء مجلس الأمناء إلا أما ستة حاليا إلا هيسبوح عشر ثلاثة من مصر وثلاثة من أجلس لكن لأن يكون هناك أعضاء ينضموا لهذه كل الناس أعضاء أي حد مهتم بمجتمعه وبعقله ومش غرقان في الجدالات الدينية اللي هي الفارغة دي هيكون عضو دايما من وقت الآخر تعود إلى فكرة الجدل الديني يعني أنت شايف أنه كل السياق الثقافي اللي ماشي ده مفيش عليه خلافه شيء محترم الحبان بالفن بالتاريخ شيء محترم أجلس لكن أرى أنه قريبا أو بعيدا هناك نقطة طلاقي مع بعض التفسيرات الدينية التي تختلف معها كشخص ولا كعضف تكوين كعضف تكوين بقول أنه مدامة هذه الأمور لم تبلغ حد الخطر المجتمعي فدي مش قضائعية وبالتالي أنت ستقيم مدى تأثير التفسير الديني الغير صحيح من وجهة نظرك على المجتمع يعني مثلا النزعة لتكفير الآخرين ده شيء مش بيدر الذي كفره يعني ظلما أو عدلا ده بيدر المجتمع لأنه بيجعل الأحكام غير قانونية وانطباعية وبعدين هو نفسه هو لو سألني هيكفر الشيع والشيع هيكفر السقم مش هنخلص ثانا اللي يعنيني الصدى الاجتماعي أثر هذا الفكر على المجتمع إلى أي مدى تتوقع نجاح هذه الفكرة التي ما زالت حتى الآن ليس لها شكل قانوني مجتمع لا فيه 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 شكل قانوني ومعلنة والإجراءات بس التعرف المسائل بتاخد وقت يعني باعتبارها من الصف اللي فات مؤسسة وفي أكتر من دولة مؤسسة فكرية أي تنجح يلازم تنجح بس هي نجاح هيوصل لفين هو ده الكلام لأنه رفاق التطوي نجح صحيح أنه هو اضطهد وضيق عليه واتنفى للسودان وإنما خد خطوة طه حسين نجح صحيح أنه هم ودوا للتحقيقات وهنوقعدوا يعملوا مظاهرات ضده طبعا عشان مرض نقول الوقاعة كلها هل صحيح أنك تعرضت لأي شيء أو في الأيام الماضية؟ الشبلي شاعر صوفي زميل الحلاج عنده أبيات كده بيتين شاعر يقول تسربلت للحرب ثوب الغرق وهمت البلاد لوجد القلق فإذا خطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق شوف يا سيد خالد أنا بقولك على الملع أنا دايقوني ناس اغتالوني ناس أنا أتحدث بعد تكوين بعد تكوين أو قبل تكوين أنا لن أعود عما أسير إليه لأن أنا مش عايز حاجة تانية أنا عايز المجتمع ده المصري والعربي يتطور هي دي قضيتي الأساسية عشان كده أنا بكتب عشان كده أنا بقول عشان كده أنا بعمل هو طول السنين اللي فاتت دي أنا لما أعد بدون مقابل طبعا وانا الندوات المستمرة واللقاءات على طول وكل يوم ساعتين ثلاثة على وسائل التواصل أرد على أسئلة الناس أي حد بغسلني برد عليه يسألني أجاوبه هو ده هدف الحقيقة عندي إذن نحن نمتظر نشاط تكوين الذي زي ما سيتك قلت وذكرت في البداية هو نشاط ثقافي يهدف إلى تنمية الفكر والحفاظ على مقاومات المجتمع الثقافية وليس في أجنداته الأولية أي نوع من أنواع النقاش الديني ده اللي أنا فهمته ولا في شيء مخفي كل اللي بنقوله ده هو المعلن وهو الهيبان والأيام بيننا إنما فكرة أنه لا أصله من ثمان سنين فلان اللي هو عضو مجلس الأمناء قال فقضية كأداما أنتم الآن كيان متصق يعني كيان يحاسب أنا أنا أحاسب يوسف زيدان أو برهيم عيسى أو أسلام بحيل أنا أتكلم عن تكوين أنت أقول بقى الجميع يرى ويراقب الآن بالضبط عشان كده لما حصلت الدوش على غلطة البنت دي فإحنا قلنا شي للبودكاست ده وفي لجنة هتراجع في حوالي مية وسبعين بودكاست هينزلوا اللي يامل اللي جاية دي لا ما انزلوش إلا بعد ما تيجي لجنة متخصصين يعني يراجعوا الكلام لأنه ممكن لها دي يغلط في كلمة إنما طريقة جوحة دي لما قال لمامتو علميني الغزالة فاللي هما بيجوا في الهايفة ويتصدروا دول ويتناسى كل الجهد ده علشان أنه فلان عايزها كده هو عايزها ظلمة لأ عايش انت في الظلمة برحتك إذن هو تجديد الفكر في كافة المناحي ليس منها الآن الدين وليس منها تجديد الفكر الديني بالمناسبة وليس منها تجديد فكر اطلاقا مش قضية تخذ دلوقتي كتكوين نهائيا بل بالعكس أنا بقول احنا ما عندناش مشكلة في التدين والدين والدين عندنا مشكلة في المعرفة عندنا مشكلة في التفكير المنطقي عندنا مشكلة في النزعة النقدية هو ده اللي بنهتم بي عظيم سنرى ونسمع ونتابع ماذا سيصفر عنه فكر تكوين ويبقى التقييم للجميع والتقييم الموضوعي أيضا لا خلاف عليه وهو حق أيضا للجميع دكتور يوسف أنا بشكر حياتك شكرا جزيلا على وعد بتكرار شاهد اللقاء بشكرك مرة تانية أهلا بسهر بشكركم شكرا جزيلا دي كانت حلقتنا النهاردة من كل يوم بكرا إن شاء الله حلقة جديدة خليكم معا